الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم يا أهل الخير هذا مقطع من كتابي مقاييس اللغة لابن فارس القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كلمه كلها على مواجهة الشيء للشيء ويتفرع بعد ذلك فالقبول من كل شيء خلاف دبوره وذلك أن مقدمه يقبل على الشيء والقبيل ما أقبلت به المرأة من غزلها حين تفتله والدبير ما أدبرت به وذلك معنى قولهم ما يعرف قبيلا من دبير والقبلة سميت قبلة لإقبال الناس عليها في صلاتهم وهي مقبلة عليهم أيضا ويقال فعل ذلك قبلا أي مواجهة وهذا من قبل فلان أي من عنده كأنه هو الذي أقبل به عليك والقبال زمام البعير والنعل وقابلتها جعلت لها قبالين لأن كل واحد منهما يقبل على الآخر وشات مقابلة قطعت من أذنها قطعة لم تبن وتركت معلقة من قدم فإن كانت من أخر فهي مدابرة والقابلة الليلة المقبلة والعام القابل المقبل ولا يقال منه فعلا والقابلة التي تقبل الولد عند الولادي والقبول من الرياح الصبى لأنها تقابل الدبور أو البيتة وقبلت الشيء قبولا قبولا وليس قبولا إنما قبولا والقبل في العين إقبال السواد على المحجر ويقال بل هو إقباله على الأنف والقبل أن نشهز من الأرض يستقبلك تقول رأيت بذلك القبل شخصا والقبيل الكفيل يقال قبل به قبالة وذلك أنه يقبل على الشيء يضمنه وفعل ذلك إلى عشر من ذي قبل أي فيما يستأنف من الزمان ويقال أقبلنا على الإبل إذا استقينا على رؤوسها وهي تشرب وذلك هو القبل وفلان مقتبل الشباب لم يبن فيه أثر كبار ولم يولي شبابه وقال ليس بعل كبير لا شباب به ولكن أثيلة صاف اللون مقتبل والقابل الذي يقبل دل والسانية قال وقابل يتغنى كلما قبضت على العراقي يداه قائما دفقا وقال ابن دوريد القبلة خرزة شبيهة بالفلكة تعلق في أعناق الخيل ويقال القبلة شيء تتخذه الساحرة تقبل بوجه الإنسان على الآخر وقبائل الرأس شعابه التي تصل بينها الشؤون وسميت بذلك لإقبال كل واحدة منها على الأخرى وبذلك سميت قبائل العرب وقبيل القوم عريفهم وسمي بذلك لأنه يقبل عليهم يتعرف أمورهم قال وكلما وردت عقاذ قبيلة بعثوا إلي قبيلهم يتوسموا ونحن في قبالة فلان أي عرافته وما لفلان قبلة أي جهة يتوجه إليها ويقبل عليها ويقولون القبيل جماعة من قبائل شتى والقبيلة بن أب واحد وهذا عندنا قد قيل وقد يقال لبني أب واحد قبيل قال لبيد وقبيل من عقيل صادق فأما قولهم لا قبل لي به أي لا طاقة فهو من الباب أي ليس هو كما يمكنني الإقبال فأما قبل الذي هو خلاف بعد فيمكن أن يكون شاذا عن الأصل الذي ذكرناه وقد يتمحل له بأن يقال هو مقبل على الزمان وهو عندنا إلى الشذوذ أقرب هذه ذكرتها لكم يا أهل الودي لأنني في مقطعي الذي ذكرت فيه الصحبة قلت كتب له القبول وهو لحن شائع وقد ألحنت فيه وذكرني أحد الأخوة والأصل هي القبول كتب له القبول وليس القبول لأن القبول هي جمع قبل وهو عكس الدبر فسامحونا يا إخوتي وانتبهوا في المرات القادمة بارك الله لكم وحببكم بلغة العرب وجزاكم الله كل خير هذا ذكرته لكم في يوم الثلاثاء العشرون من محرم 1439 للهجرة العاشر من تشرين الأول أكتوبر 2017 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة